تقرير ديوان المحاسبة لم يتسم بالحيادية والمهنية وخالف القانون هذا ما صرح به مصرف ليبيا المركزي بشأن اتهامات وجهت إليه من قبل ديوان المحاسبة في شهر مايو الماضي بقيامه بتجاوزات عدة تقرير ديوان المحاسبة عن العام 2017 جاء بالمخالفة الصريحة للقانون والقانون نعني به أولا قانون ديوان المحاسبة رقم 19 لسنة 2013 هذا القانون الذي ينص كما في ورقة التي لديكم ينص صراحة على أن ديوان المحاسبة يعد تقريره السنوي ويحيله إلى السلطة التشريعية وبالتالي هي المخولة للنظر في هذا التقرير المركزي قال إن منظومة أرباب الأسر ليست ملكا له وليس من سلطته تعديلها مستغربا بذلك اتهامات ديوان المحاسبة لأمر خارج صلاحياته أما فيما يتعلق بملف الاحتمادات المستندية فأقر المصرف المركزي على لسان أمين سره فتح عقوب أقر بوجود بعض التجاوزات التي قال إنها خارج عن إرادته معللا بأن مهمته التعامل مع مستندات بعد موافقة الجهات الرقبية ووزارة الاقتصاد عليها ديوان المحاسبة باعتباره أعلى جهة رقبية على المال العام ويقوم بدور المراجع الخارجي للدولة الليبية مهمته الأساسية تكمن في التدقيق والمراجع للحساب الختامي للدولة الليبية حساب ختامي للدولة الليبية من عام 2007 لم يراجع ولم يعتمد بمعنى لدينا مئات المليارات أكثر من 300 مليار دينار صرفت في ميزانيات عامة وفي سياق تفنيد اتهامات ديوان المحاسبة قال المسؤول في البنك المركزي إن ديوان نفسه الذي يتهمنا بالتجاوزات كان على علم مسبق بها وغير معارض لها ومن بينها الترتبات التي لجأ إليها المركزي لسد العجز في الميزانية جراء أزمة إقفال الموانئ النفطية المركزي أوضح أيضاً أنه ماضي في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء في رفع الدعم والرسوم المفروضة على بيع العملات الأجنبية وأنه على تواصل مع كافة الجهات كاشفاً عن إجراءات سيشهدها المواطنون قريباً